خطوات قليلة تفصل بينهم وبين الموت متطوعون يعملون في إزالة مخلفات الحرب والمتفجرات ضمن فريق تابع لمنظمة الدفاع المدني يضم أربع مجموعات ينتشرون في شمال غربي سوريا بحثا عن مخلفات القصف لإزالتها وإطلافها بهدف إبعاد الخطر عن المدنيين على عملنا بيجينا إبلاق عن وجود الأرض عن قودي ضمن عملنا نحن نمسح الأراضي وتطهيرها بطلع قدامنا لسه صواريخ وقذائف لسه يكون أهالي ومن متبهن عليها كمان ضمن أراضي الزراعية وحول البيوت أنجز الفريق أكثر من ألف مهمة في منطقة الباب وريفها وتبدأ المهمة في إيجاد بقايا الصواريخ والقذائف والقنابل العقودية ليتم بعدها بعاد المدنيين عن المنطقة لتنفيذ عملية تفجير الأجسام الغريبة التي عثر عليها بعد أخذ مسافة أمان تقدر بمائة وخمسين مترا في حال كانت الأجسام صغيرة وكلما تضعف حجمها تزداد المسافة جدير بالذكر أن هذه المناطق تعرضت منذ ثلاث سنوات إلى حروب ومعارك طاحنة وتتشكل المخاطر وتتنوع في كثير من المواقع طبعا تتدرج المخاطر من الذخائر غير مفجرة إلى مخاطر العبوات الناسفة إلى مخاطر الألغام طبعا نحن كفريق يوكسون نتعامل مع الذخائر غير مفجرة بالنسبة إلى موضوع العبوات الناسفة وموضوع الألغام نحن نعمل بشكل دائم على توعية السكان المدني من مخاطر العبوات ومخاطر الألغام جهود مستمرة لتجنب سقوط ضحايا جدد جراء الانفجارات التي تخلفها الأجسام التي لم تنفجر فمئات الأشخاص قتلوا والبعض الآخر فقد عضاء من جسده جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات القصف بحسب الدفاع المدني مئات الأجسام المتفجرة نجح الفريق بإطلافها والسيطرة عليها وما زال هناك عداد كبيرة من المتفجرات التي خلفها القصف القديم والألغام التي زرعت خلال السنوات الماضية فإنقاذ أرواح المدنيين يكلفهم خوض مخاطرة كبيرة باء الحلبي تلفزيون سوريا ريفو حلب الشرقي